اشتركوا في القناة وحرك ديبلوماسي للتهديئة إسرائيل تهدد بتحرك عسكري في حال عدم التوصل لحل ديبلوماسي في جنوب لونان قوات سوريا الديمقراطية تتوعد بالرد بعد مقتل ستة من عناصرها في قصف نشنته فصائل عراقية موالية لإيران على أكبر قاعدة تضم قوات أمريكية في شرق سوريا النساء يكتسح نجوائز جرامي والنجمة تايلور سوفت تحقق إنجازا غير مصبوق بنيلها جائزة اليوم ألبوم العام للمرة الرابعة أهلا بكم نستهل نشرتنا من المملكة العربية السعودية حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في إطار جولة شرق أوسطية تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها منظمة إرهابية ففي خامس زيارة يقوم بها أنتوني بلينكين إلى المنطقة منذ سابع من أكتوبر الماضي حتى الطائرة الوزير الأمريكي في الرياض حيث سيناقش إصال المساعدات العاجلة إلى غزة بالإضافة إلى مقترح هدنة وضعه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وقطريون ومصريون في باريس الشهر الماضي ومن المقرر أن يزور بلينكين مصر وقطر وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري تأتي هذه الزيارة في وقت تؤكد في حماس أنها تواصل مشاوراتها بشأن مبادرة باريس حتى مع احتدام المعارك على الأرض تنتشر تقارير منذ أسابيع مفادها أن وقفا لطاق النار بين إسرائيل وحماس على وشك التنفيذ وقالت إسرائيل أن المناقشات في قطر كانت مثمرة ولح الفلسطينيون على الدعوة في الأمم المتحدة إلى وقف القتال إن أفضل طريقة لتجنب التصعيد الإقليمي لا تكمن في التهديد أو في استخدام المزيد من النيران وإنما تكمن في العمل على وقف فوري لإطلاق النار كما كانت هناك ضغوط من داخل إسرائيل ذاتها إذ ترغب بعض عائلات الرهائن في رؤية نهاية للقتال أريد أن أرى نتائج وأن أرى أختي وهي تعود وتعبر الحدود أعرف أن هناك سؤالا ما يزال دون جواب يضيع وقتنا حول وقف إطلاق النار وكما تعلم هناك أشخاص يعتبرون وقف إطلاق النار هزيمة في المعارك أو خسارة للحرب لكن وقف إطلاق النار لا يعني سوى مجرد إقاف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح استمر وقف إطلاق النار أسبوعا في شهر نوفمبر الماضي وشهد إطلاق سراح أكثر من مائة رهينة إسرائيلية من غزة ودخلت شاحنات غذاء ووقود إلى القطاع المحاصرة وأطلقت إسرائيل سراح أكثر من مائتي سجين فلسطيني وما تزال حماس تحتجز نحو مائة وثلاثين رهينة ويعتقد أن بعضا منهم قد لقي حدفة منذ ذلك الحين تجنبت الولايات المتحدة وهي أكبر دعم لإسرائيل استخدام مصطلح وقف إطلاق النار عند الحديث عن المفاوضات حتى عندما كانت تقول أنها تمارس ضغوطا خلف الكواليسة لقد رأينا الطريقة التي تمكن بها من اطلاق سراح هؤلاء الرهائن المئة أي خلال هدنة إنسانية لمدة أسبوع ووقف القتال مؤقتا كما تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو استخدام عبارة وقف إطلاق النار ورغم أقراره بضرورة إخراج الرهائن من غزة لأنه يرغب في فرض شروط صارمة نحن نعمل على تحقيق إطار إضافي للإفراج عن أسرانا ولكن نؤكد ليس بأي ثمن فلدي خطوط حمراء منها أننا لن ننهي الحرب ولن نخرج جيشنا من قطاع غزة ولن نطلق صراحة آلاف الإرهابيين نحن نعمل وفق العوامل الثلاثة معن ولن نتنازل عن أي منها ورغم كل هذه العقبات يواصل الجانبان التفاوض في قطر وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس الصحفي والباحث السياسي حنان مولر سيد مولر بلينكين يزور المنطقة للمرات الخامسة خلال 120 يوما برأيك من منتظر من هذه الزيارة؟ أعتقد أن بزير الخارجية الأمريكي يحمل في جيبته صفقة شاملة أو مقترح أمريكي لصفقة شاملة تضم السعودية والدول الخليجية المعتدلة وإسرائيلية قابل تنازلات إسرائيلية وبلورت رؤية شاملة لحكم قطاع غزة في المرحلة مبعد سقوط حماسة أو إبعاد حماس من قطاع غزة كما تريد إسرائيل بإدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة كما تطالب الأمم المتحدة ولكن هناك مثل دائما دعم مبدئي لإدارة بايدن لحكومة إسرائيلية ولكن مع تخفضات مع قلق تجاه تشديد اللهجة من قبل نتنياهو وخاصة من قبل شركائه في اليمين المتشددة والمتطرف تجاه إدارة بايدن تحديدا والدورة الأمريكية بشكل عام انتقادات من حكومة نتنياهو في الأيام الماضية من بين الملفات التي يحملها بلينكين معه لسعودية هو قضية التطبيع مقابل دولة فلسطينية هل برأيك حكومة نتنياهو الحالية قادرة على التعامل مع المسعى الأمريكي هذا؟ لا أعتقد أعتقد أن الوقت لا يخدم أو لا يكون لصالح نتنياهو يعني شرط التطبيع مع السعودية أو صفقة شاملة مع السعودية هو إعتى تنازلات للطرف الفلسطيني إعتى مستقبل للمفاوضات ولحل الدولتين وهذا ما لا يمكن أن يقبله شركائي نتنياهو اليمينيين فبتالي أعتقد أنه مثل هذه الصفقة أو هذه الرؤية الشاملة يمكن أن تتم فقط بعد تبديل هذه الحكومة سواء بانتخابات أو بتبديل رئيس الحكومة بشكل قانوني دون انتخابات وهذا أيضا وارد في القانون الإسرائيلي سيد حنان ميلر كنت معنا مباشرة من القدس شكرا جزيلا لك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في عمليات جرت في أرجاء غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لا سيما في مدينة خان يونس جنوب القطاع وفي دير البلاح أصفر قصف إسرائيلي لمبنى سكني في البلد عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القتل الفلسطينيين ارتفعت إلى أكثر من سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين معظمهم من النساء والأطفال من أكتوبر ويعتقدوا أن أكثر من ثمانية آلاف ما زالوا تحت الأنقاض الجذير بالذكر أن أكثر من نصف مجموعة سكان غزة لجأوا إلى مدينة رفح الجنوبية حيث يعيش العديد منهم في خيام مؤقتة أو في العراء وعن آخر مستجدات الحرب في قطاع غزة والأوضاع الكارثية والخطيرة التي تعاني منها التواقم الطبية والمستشفيات وفان صحفي عادل الزعنون من جنوب القطاع بهذه الرسالة المسورة الجيش الإسرائيلي صعب بكثافة من عمليات العسكرية على وسط مدينة خنيونس وأيضا الأحياء الشرقية للمدينة على مقربة من رفح ما يفهم فلسطينيا أنه قد يمهد لتوسيع عملية الاجتياح البري بالتجاه رفح خصوصا هذه المناطق هذا كله أيضا يتزامن مع استهداف استمرار استهداف مشافي الجنوب كما تقول وزارة الصحة أن معظم مستشفيات خان يونس باتت خارج الخدمة ومعطلة وخصوصا مستشفى الأمل الذي قام الجيش الإسرائيلي باستدعاء والتحقيق واعتقال عدد من الطباء من بينهم الدكتور حيدر القدرة مدير عام المستشفى الذي اعتقل أو احتجز لعدة ساعات كما يقول الهلال الأحمر قبل الإفراج عنه وأيضا التحقيق مع مجموعة من الكوادر الطبية والإدارية في هذا المستشفى والتابعين للهلال الأحمر هذا المستشفى بات خارج الخدمة على الرغم أنه كان يقدم خدمات لعشرات آلاف المواطنين في خانيونس شأن المستشفى ناصر أكبر مستشفيات الجنوب الذي أيضا تحاصره الدبابات الإسرائيلية وتواصل عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في وضع تصفه وزارة الصحة والهلال الأحمر بأنه كارثي على المستوى التجميل حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا من أن إسرائيل تحاول نقل معبر رفاح إلى مكان آخر معتبرا معبر رفاح شأن فلسطينيا مصريا فقط معبر رفاح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهي شأن مصري فلسطيني ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر حتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري فلسطيني وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل كما رحب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتيا بإعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين وذلك في ظل تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة نرحب بالتطور الهام باعتبار عدد من المستوطنين على أنهم إرهابيين في الولايات المتحدة آمل أن تحذو جميع الدول هذا المنحة إن المطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين بل على المشروع الاستيطاني برمته ومقاطعة البضايع الاستيطانية أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم موقعي السماقة ورويسات العلامة الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية وكان الحزب اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن مقتل ثلاثة من عناصره في جنوب البلاد من جانب آخر استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان الذي يشهد تبادلا يوميا للقصف منذ أشهر وقال كاتسا لناظيره الفرنسي استيفانا سيجورنيا الذي يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط إن إسرائيل ستتحرك عسكريا لإعادة المواطنين الذين تم إخلاؤهم من منازلهم إلى منطقتها الحدودية الشمالية في حال عدم توصل لحل ديبلوماسي لوضع حد للعنف وفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية لقي سبعة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقصد والتي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور وقال المرسد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة مسيرة انفجرت في أكاديمية للقوات الخاصة تابعة لقصد ومقرها في القاعدة الأمريكية هذا وأعلنت جماعة عراقية مسلحة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها نفذته أمس الأحد وأكد بيان لقصد حقها في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم الذي انطلق بحسب قصد من مناطق خاضعة للحكومة السورية قال قيادي كبير في جماعة الحوثية اليمنية إن إيطاليا ستصبح هدفا إذا شاركت في الهجمات ضد مواقع الحوثيين في اليمن وطالب القيادي إيطاليا بالحيادة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة لافتا إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة وكانت إيطاليا قد أعلنت الجمعة أنها ستشارك في مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر من جهتها قال جوزيب بوري لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هدفا المهمة التي ستبدأ منتصف فبراير يكمن في حماية السفن التجارية مشيرا إلى أنها لن تشارك في الضربات التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين في السنة الماضية في السادس من فبراير شباط تحديدا درب زلزال مدمر سوريا وتركيا بقوة سبع درجات فاصل ثمانية على مقياس الاختر وعلى الرغم من مرور عام على هذه الكارثة الإنسانية فإن العديد من النازحين في سوريا ما يزال مجبرا على العيش في مخيمات مؤقتة تحت ظروف قاسية ففي إدلب إحدى المناطق الأكثر تضرورا من الزلزال تدنت ظروف العيش إلى مستويات غير مسبوقة بعد مرور عام على المأساة التي عودت بحياة زوجته وثلاثة من أبنائه ومنزله ما يزال خالد وهبي لا يسوعب ما حدث يستأجر خالد ابن الخمسين عاما هذا المنزل في الريف على بعد مسافة قصيرة من إدلب من أجر رعاية أطفاله الباقين على قيد الحياة لكنه يعاني من قلة المال ومن عدم الاستقرار تسبب الزلزال في دمار واسع النطاق في خمس من محافظات سوريا الأربع عشر وكانت محافظة إدلب من أكثر المحافظات تضرورا فقد دمرت البنية التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة تدميرا كاملا مما أدى إلى تدني ظروف العيش في المنطقة إلى مسويات غير مسبوقة هنا في بلدتي حارم وأرمناز غربية أدلب يبني متطوعون منازل جديدة بدل التي دمرها الزلزال ويتم توميل جهود إعادة الأعمار هذه من خلال التبرعات الفردية من أجل تحسين ظروف السكن إلى العديد من النازحين ضمن حملة قادرون لأطلقها فريق ملهم بعد كارسة الزلزالة بيوم انطلقنا بمشاريع ضمن حملة قادرون وهي مشروع هلال حاري ومشروع قادرون أرمناز طبعا المشاريع بتضب عدة وحدات سكنية طابقية مؤلفي من شقاق كل طابق بضب أربع شقاق طبعا نحنا اتأخرنا شوي لانطلقنا بالمشاريع لذلك نتيجة أنه الصعبات المرت علينا اللي هي ظروف الجوية بالإضافة لأنه اتأخرنا في الدراسات الانشائية كونه حطيناها مقاومة للزلزال ان شاء الله ممكن المشاريع تنتهى ان شاء الله بين الخمس لست شهور والعالم تكون جاهزة بإذن الله ننقلها وتسكن في المشاريع أما بالنسبة للذين يعيشون في المخيمات جراء الزلزال فلا يمكن بناء منازل لهم بسرعة الكافية في جميع حال منطقة السكان هنا يعانون من صعوبة الحصول على مياه نظيفة أو كهرباء أو شروط النظافة الأساسية العيشة بالخيمة صعبة شتى ومطر تهدمت بيوتنا بالزلزال ونزحنا ومساعدات قليلة وأمورنا سيئة جدا المي ما فيه إنارة ما فيه صرف صحي ما فيه يعني الحياة صعبة جدا جدا بالخيمة الطرقات كلها سيئة ظروفها صعبة جدا وكمان عنا الولد كمان من شدة البرد هيك أوقات ما عنا حرامات نغطيهن فيهن حتى والأمور يعني الصعبة بالنسبة لكثيرين هنا في إدلب فأن معالجة أثار مأساة العام الماضي ستتأجل إلى أن يتم تأمين ظروف العيش الأساسية وإلى إيران حيث أكدت طهران أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أمريكي يستهدف أراضيها وذلك غدت عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران ففي مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني إن الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون وأضاف أن الآخرين سيفكرون ماليا قبل القيام بأي تصرف سيء مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة وفي باكستان قالت الشرطة إنما لا يقل عن عشرة من أفرادها قتلوا ووصيب ستة آخرون في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في شمال غرب البلاد وقال ضباط شرطة في منطقة درابان في منطقة خيبر باخنوتخوا الباكستانية إن مسلحين هاجموا مركز الشرطة بنيران قناصة ثم دخلوا المبنى وشهدت البلاد تصاعدا ملحوظا لأعمال العنف قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها هذا الأسبوع لكن لم يتضح حتى الآن من يقف وراء الهجوم الأخير وما إذا كانت له صلة بالانتخابات تشهد باكستان تجددا لهجمات المتشددين الإسلاميين خاصة تلك التي تستهدف أفراد الأمن قالت منظمة طباء بلا حدود إن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم في شمال دارفور وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في السودان ووفقا لمسؤولة قسم الطوارئ في المنظمة فإن سكان المخيم الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على دعم دولي قبل اندلاع الصراع في أبريل الماضي قد تم التخلي عنهم الآن بشبه كامل ويفوق عدد النازحين داخليا في السودان سبعة ملايين شخص كما تسود المخاوف من حدوث موجات جديدة من النزوح مع التهديد المتنامي باتساع رقعة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى شرق البلاد الذي كان حتى الآن بمنأة عن المعارك أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية أكد اعتزامه تغيير بعض القيادات السياسية والعسكرية في بلادها وقال زيلنسكي إن ذلك يعني استبدال عدد من الشخصيات القيادية في مجمل هيكل الدولة وليس فقط في قطاع الجيش فقط وتأتي هذه التصريحات في عقاب ما تردد من تقارير بشأن احتمال إقالة القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالزونيا والذي تولى منصبه قبل بضعة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتمكنت القوات الأوكرانية تحت قيادته من إفشال غزو كامل للأراضي الأوكرانية كما نجحت في استعادة بعض الأراضي الأوكرانية المحتلها وفي فرنسا صوت سكان باريس يوم أمس لمصلحة إجراء يومي إلى رفع أسعار ركن السيارات الكبيرة والثقيلة داخل المدينة ثلاث مرات وذلك في نسبة مشاركة منخفضة لم تتجاود ستة في المائة غير أن هذا الإجراء لن يطال المقيمين الذين يركنون سياراتهم قرب منازلهم أو سائق سيارات الأجرى والحرفيين ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الانتقال بوسائل النقل الرافيقة بالبيئة في العاصمة الفرنسية الرحلة بالسيارة إلى باريس أصبحت أكثر تكلفة لبعض سائق سيارات فركن سيارة كبيرة في المناطق المركزية صار يكلف حاليا ما يكلفه ركن أي سيارة أخرى أي ستة يوروهات في الساعة لكن بعد التصويت التاريخي هذا سيتضعف المبلغ ثلاث مرات ويصبح ثمانية عشر يورو أما إذا بلغت مدة الركن ستة ساعات فسيدفع صاحب السيارة مئتين وخمسة وعشرين يورو يقول مؤيدور السوم الجديدة أن السيارات الأطول والعرض لا تسبب تلوثا أكثر من السيارات الأصغر وحسب بل إنها أكثر خطورة أيضا فهي تحتلو مساحة أكبر وتسد الشوارع الجانبية طيقة من السخافة أن تملك سيارة ضخمة في مدينة تعاني من التلوث ولا توجد فيها سوى مساحة صغيرة جدا امتلاك سيارة كبيرة في المدن الكبيرة فكرة سيئة يهدف رفو الأسعار إلى تجيع ساقي سيارات على التفكير في وسال نقل أكثر رفقا بالبيئة كالدرجات الهوائية أو ركوب القطارات لكن ثم تمتقدين لذلك من النحية المالية سيكلفنا ذلك نحو مئتي يورو يوميا نفقات الحياة بغضة أساسا ونحن ملزمون بتلبية احتياجات أطفالنا لذلك فأن الوضع سيكون صعبا للغاية سيتعين علينا الاستغناء عن استخدام سياراتنا لكننا بحاجة إليها للسفر خارج باريس لقضاء العطلات وعطلات نهاية الأسكورة على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة للغاية إلا أن المسؤولين في باريس شادوا بالتصويت واعتبروه خطوة نحو مدينة أكثر رفقا بالبيئة ورسالة إلى شركات صناعة السيارات ننتقل إلى تشيلي حيث أعلن رئيس البلاد جابرييل بوريتش الحداد الوطني لمدة يومين على أرواح ضحايا حرائق الغابات وتقول السلطات أن أكثر من مائة وعشرة أشخاص لقوا حتفهم وأن مئات آخرين في عداد المفقودين مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا واجتاحت الحرائق منطقة فالباراسو وهي وجهة سياحية شهيرة على ساحل المحيط الهادئ غرب العاصمة سانتياغو وتشهد موجة حرن في الصيف دخان كثيف يملأ السماء في منطقة مقتضة بالسكان وسط تشيلي بعد احتدام حرائق غابات كثيفة الحرائق سريعة الانتشار دمرت مئات المنازل وأجبرت آلاف الأشخاص على الفرار لقد كان ذلك مرعبا لم أشعر بهذا الخوف في حياتي مثل ما شعرت به هذه المرة مدينتي تحترق هذا مؤلم للغاية ما زلت في حالة ذهول وابني كان خائفا جدا كان العديد من المتضررين يزور الساحل خلال العطلة الصيفية وقد كافحت فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة في الوقت المناسب عند اندلاع الحرائق روحي تتألم لأنه لم يكن بإمكاني القيام بشيء في تلك اللحظة كان علي ينقاذ ابني من النار وإنقاذ أنفسنا من الحريقة وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق المتضررة ولم تستبعد ارتفاع عدد القتلى نقول ونعيد إن الأولوية اليوم تكون في إنقاذ الأرواح في المناطق المنكوبة ومساعدة الجرحة وإطفاء الحرائق التي ما تزال مستعرة وقد التهمت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي وتتسابق فرق الطوارئ للحد من الأضرار وإلى عالم الفن حيث تعد جوائز جرامي من أهم الجوائز الموسيقية في العالم وقد حققت نجمة البوب تايلور سويفت إنجازا غير مسبوقة في تاريخ جوائز جرامي في نسخته 66 لهذا العام إذ توجت بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة وهي أبرز جائزة ضمن الجوائز التي هيمنت عليها النساء في دورة هذا العام في سابقة من نوعها في تاريخ جوائز جرامي أصبحت نجمة البوب تايلور سويفت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام للمرة الرابعة كل ما أريد هو الاستمرار شكرا على إتحتكم الفرصة لي للقيام بما أحبه كما فازت سويفت بجائزة أفضل أداء صوتي في موسيقى البوب أما أفضل أداء موسيقي إفريقي وهي واحدة من ثلاث فئات جرامي جديدة ففازت به المغنية الجنوب إفريقية تايلور اكتسحت للنساء قائمة التتويج إذ حصلت مايلي سايروس وبيلي آيليش وسيزا على جوائز كبرى أخرى بينما كانت جائزة أفضل فنانة جديدة لهذا العام من نصيب فيكتوريا موني النساء سيطرنا على المسرح أيضا فقد استمتع الجمهور بالعروض الحية التي قدمتها سيزع وأوليفيا رودريغو وفازت جوني ميتشل بجائزة أفضل ألبم شعبي عشاق موسيقى الروك لم يشعر بخيبة أمل فقد تصدرت فرقة يوتو العرضة بأداء بتقنية عالية لأغنيتها الناجحة أتومك سيتي عبر البث التلفزيوني من لاس فيكاس وبهذه الصورة الجميلة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الى اللقاء موسيقى